سيد الرئيس، تؤكد المملكة العربية السعودية على أن أمن منطقة الشرط الأوسط يتطلب الإسراع في إجهاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يبنى على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتها المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشقية وتجدد المملكة رفضها وإدانتها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد مخالفة وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية وتسهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية وتعرق المسارات الحلول السياسية سيد الرئيس، تحرص المملكة على دعم كافة الجهود الهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار والتركيز على التنمية الشاملة وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحق أمال وتطلعات شعوب المنطقة وقد عملت المملكة على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل المنطقة والعامل من خلال استضافتها للعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول خليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة للدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية إيماناً منها بأن حل الأزمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم وسائل من المملكة الاستقرار المنطقة فقد عقتت جولات من الباحثات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية استضافتها بغداداً واسقط ثم أسفرت باتفاق بكنا الذي دشن استئناف التمثيل الدبلوماسي والتواصل المباشر بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وأمنها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية واحترام ميثاق الأمم بالتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي السيد الرئيس تؤكد المملكة حرصها على أمن واستقرار الجمهورية اليمنية الشقيقة ودعم جميع الجهود الرامية لحل الأزمة في اليمن ورفع المعادلات الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق والدفع نحو الوصول إلى الحلول السياسية لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن ودرء التهديد عن المملكة والمنطقة كما تجدد التأكيد على مبادرتها لإنهاء الحرب في اليمن والتوصل للحل السياسي شعبي وتدعم الجهود الأممية والدولية للتوصل إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث ومنها قرار مجلس الأمن وفيما يخص لبنان إن المملكة تقف مستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق وتدعو جميع الأطراف اللبنانية لتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تقود إلى تجاوز الأزمة الحالية كما تؤكد المملكة على بسط الدولة لسلطتها على جميع الأراضي اللبنانية مع الاتزام بإحكام قرارات مجلس الأمن لا تصلة واتفاق الطائف بما يسهم في ضبط الأمن والتصدي لعمليات تهريب المخدرات والأنشطة الإرهابية التي تهدد أمن المنطقة والعالم وفي الشأن العراقي تعد المملكة أمن العراق واستقرار ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها وتؤكد المملكة تدعمها لأمنه ونمائه وبحدة أراضيه وهوية العربية ونسيج الاجتماعي وفي الشأن السوداني تعرب المملكة عن قلقها البالغ جزراء حالة التصعيد والاشتباقات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السري ودعم أن جهود يخفض التصعيد في السودان وعدم تعافق من الأزمة فقد بادرت المملكة العربية السعودية في استضافة أطراف الصراع في جد حيث تبدل المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الجهود سعي لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات المتضررين وقامت المملكة بجهود إنسانية منذ بداية هذه الأزمة ونفذت عمليات إجلاء بحري لآلات العالقين في السودان من المواطنين ورعاية الدول الشقيقة والصديقة ومن وظفي الأمم المتحت والمنظمات الدولية ووجه سيدي خادم الحرمين الشريفين أبنك سلمان بن عزيز آل السعود حفظه الله بإطلاق حملة شعبية لجمع التبرعات للشعب السوداني الشقيق كما وجه إيد الله بتخصيص مساعدات إغاثية وإنسانية بقيمة مائة مليون دولار لهذه الأزمة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بجانب تسير جسور جوية وبحرية لإيصال المواد الغذائية والصحية والإيوائية وغيرها من الاحتياجات واستمراراً لهذه الجهود رأزت المملكة بالإضافة للشركاء الدوليين وأتمر المانحين للسودان رفيع المستوى الذي تعهد فيه المانحون لاستجابة للأزمة الإنسانية في شهر يونيو الماضي لحشد الدعم الإنساني الدولي لهذه الأزمة وتقديم أكثر من مليار أو نصف دولار وتتطلع المملكة بإنتكلن هذا الجهود بالنجاح والوصول بالسودان إلى بر الأمان والخروج من هذه الأزمة وتؤكد المملكة على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في جؤونها الداخلية وتدعم وقف إطلاق النار الكامل في ليبيا والدعوة لليبيا إلى المغادرة التامة لكافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة من الأراضي الليبية دون إبطاء وفقاً للقرار مجلس الأمن رقم 25-70 الصادر عام 2021 كما تؤكد المملكة على أهمية أمن واستقرار أفغانستان وأن لا تكون ملاذاً للتنظيمات الإرهابية واحترام للحقوق الأساسية للشعب الأفغاني بما في ذلك حق المرأة في التعليم والعمل وتحث على تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني الشقيق وفيما يخص الأزمة الروسية الأوكرانية تجدد المملكة دعوتها لإنهاء الأزمة والحد من آثارها وانعكاساتها السلبية على الأمن واستقرار العام وتؤكد المملكة ضرورة بذل كل جهد ممكن في سبيل إنهاء الأزمة وحل الخلافات سلمياً واحترام مبادئ القانون الدولي والسعي للحفظ أمن وصالح الجميل وامتداناً لجهود الإنسانية واستمراراً لجهود صاحب السمو الملك ولي العهد رئيس مجل الوزراء حفظ الله في تبني المبادرات تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية وبفضل المساعي المستمرة لسموه مع الدول ذات العلاقة ولدعم الجهود الدولة الرامية لإحلال السلام فقد بدل سموه مساعيه الحميدة للإفراج عن عدد من الأسرى من جنسيات مختلفة كما وجهت الدعوة لأوكرانيا لحضور القمة العربية بدوراتها الثانية والثلاثة التي عقدت في جدة كما استضافت المملكة في أوالي شهر أغسطس الماضي اجتماعاً مستشاري الأمن الوطني ومثلين لم يزيد عن أربعين دولة ومنظمة دولية وتؤكد المملكة على استعدادها للاستمرار في بذل جهود الوساطة بين طريف الأزمة سيد الرئيس تؤكد المملكة على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأطر القانونية الموجودة بهدف الوصول إلى عالم خالم الإسلاح النووي لا سيمة في منطقة الشر الأوسط كما تجدد المملكة تأكيد عالمية حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الدولية والإقليمية وفق المبادئ والأعراف الدولية وفي هذا الشأن تؤكد بلادي بأن استثباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق الامتناك هذا السلاح المدمر للبشرية إن المملكة العربية السعودية وانتراقاً من حرصها الدائمة على تحقيق أهداف وغاية الممتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن للاطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم وأكثر فعالية في مواقبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياتنا المشتركة السيد الرئيس حقق مجتمعنا الدولي نجاحات متتالية في مواجهة الإرهاب والتطرف وعلينا مواصلة العمل الحثيث للتصدي والقضاء على هذه الآفة التي لا تمت بصلة لأي عرق أو دين أو معتقد سليم ونؤكد على همية وقوف المجتمع الدولي بحزب أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف وعلى ضرورة عدم التساول ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا تحت أي حجة كانت وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم وتحذر من خطورة هذه الأعمال التي تقوض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وانتهاج الوسطية وترسيخ ثقافة السلام العالمي وتشيد بلادي بالقرار الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي لبحث مسألة تقرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من القرآن الكريم كما تشيد بتبني مجلس الحقوق الإنسان وقرار المعنون مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التميز أو العداء أو العنف وتدعو لضرورة عزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم مع ضرورة الالتزام بسقوق وقوانين حقوق الإنسان الدولية ذات الصلم السيد الرئيس يعد استقرار أسواق الطاقة العالمية ركيزة مهمة للاقتصاد العالمي ونبوه وحريصة المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع المنتجين والمستهلكين وتؤكد المملكة دائماً أهمية التعاون الجماعي مع مجموعة أوبيك بلس في استقرار أسواق البترول العالمية وتعزيز موثوقيتها واستدامتها وأمنها وقد أسهمت سياسة أوبيك بلس في مراقبة الأسواق عن كثب وتبني نهج احترازي في استقرار أسواق البترول وتوازنها كما بدى واضحاً في الاستقرار الذي شهدته أسواق البترول في عام 2022 مقارةً بأسواق الطاقة الأخرى مثل أسواق الغاز الطبيعي والفحم سيد الرئيس إدراكاً من المملكة العربية السعودية لأهمية التعامل مع تحديات التغيير المناخي فأنها تولي اهتماماً بالغة للمسامهة في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع أثاره وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضها للمعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة ويتطلب تحقيق هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي وتضافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة والأخذ بالاعتبار تفاوت الظروف الوطنية والإقليمية ومراعاة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للتنمية المستدامة واستشعاراً من المملكة بأهمية التحدي وترسيخاً لدورها الريادية العالمية في مجال استدامة فقد قدمت المملكة المبادراتية السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من أجل قيادة الجهود العالمية لحماية البيئة وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارية وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة ورفع معدلات الطاقة المتجددة وتقنيات الحد من الانبعاث وإزالتها وتحقيق التنمية المستدامة وقد أعلنت المملكة عن رفع إسهاماتها بتخفيض انبعاثات إلى الضعف مقارنة بعام 2015 وذلك بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2023 واستهداف الوصول للحياد الصفري كما أعلن عنه بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون ولا تعزيز الجهود الدولية لتأمين المواد المائية في جميع أنحاء العالم فقد أعلن مؤخراً صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزارة حفظ الله عن تأسيس منظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه تعزيزاً لفرص وصول جميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي ترجمة نانسي قنقر